نيجي بقى للقصة بتاعت اختيار فيتوريا وبنود التعاقد طبعا وزير أشرف صبح وزير الشباب الرياضة النهاردة يعني كان ليه تصريحات كتيرة جدا هقف معاها بس خلي تصريحات دكتور أشرف مع كابتر أشرف ممضوح ضيفي النهاردة في السادسة لكن أنا أعيز أفبقى مع التسريبات اللي طلع على عقد روي فيتوريا طبعا الاتجاه داخل اتحاد الكرة أنه شكرا فيتوريا يعني فيه اتجاه أنه الرجل يتوكل على الله طيب شروط التعاقد مع روي فيتوريا وأنا هنا عندي سؤال مهم جدا نمر واحد مين اللي ليه صلاحية يعني وإحنا بنتفاوض مع روي فيتوريا مين اللي عنده الصلاحية إذا كان الرجل ليه شروط معينة أو أنه إدارة الاتحاد الكرة في مصر ليها بنود معينة عايزة تدرجها داخل بنود التعاقد مين اللي ليه صلاحية في أنه يوافق أو يرفض العقد ده النسخة اللي بتطلع منه قبل ما يتم التوقيع النهائي عليها من الطرفين من المدرب أو مدير الفني ومن اتحاد الكرة مين اللي ليه صلاحية في أنه يوافق على بنود هذا التعاقد هل في شخص منفردا له الأحقية في الموافقة أو الرفض ولا هو قرار مجلس إدارة دي نقطة احنا محتاجين نعرفها لأن بنود التعاقد مع روي فيتوريا الحقيقة فيها خلل كبير جدا جدا وفيها من وجهة نظري أنا وفي تأديري دي وجهة نظر شخصي إهدار شديد وكبير جدا للمال العام يعني لما اجي أقول أنه أنا بعد طبعا أنت بتكلم على أغلى مدير فني في بطولة أفريقيا مفيش مدير فني على مستوى القرى أندية منتخبات بياخد الرقم اللي بياخده فيتوريا وأعتقد أنه هيرفي رينار أنا بشوف أنه هيرفي رينار هو أفضل مدرب يشتغل في أفريقيا في العشرة السنين الأخيرة أندية ومنتخبات وأعتقد أنه هيرفي رينار نفسه ما وصلتش للرقم ده وتعالى نشوف المدربين اللي نجحوا مع فرق لم تكن مصنفة أو مرشحة في البطولة وبمناسبة أغلبهم محليين يعني اليو سي سي مع سنغال آه خرج من البطولة لكنه هكذا لقب اللي قبله ووصل كاس عالم ريكراكي مع المغرب بلسه بينفس على البطولة أعتقد هو مرشح أول دلوقتي وتيجي من بعده نيجيريا ونجح في كاس العالم مش بس في الوصول ده وصل مربع دهبي وخد رابع عالم أعظم إنجاز منتخب في أفريقيا وغيرهم كتير من المديرين الفنيين المحليين كاب فردي مدير فني محلي كونغو الديمقراطية كوديفور نفسها في البطولة رغم الإخفاقات في الدور التمهيدي وكل قال لك كوديفور استنت للدقائل الأخيرة عشان تضمن التأهل وتأهلت كأحسن توالد وأقالوا المدير الفني أثناء البطولة اللي هما بيصدفوها وخلوا المساعدة يكمل مشوار وقدر مبارح يكسب السنغال ويتأهل دور التماني فما فيش حد ما فيش حد بيتقاد ده بنسبة للرقم بس ده بدء أنزي بدء طب تيجي نشوف بقى شروط إنهاء التعاقد إزاي يعني لو إحنا قررنا إن إحنا ننهي عقد أو التعاقد مع روي فيتوريا ده يتم إزاي أولاً في شروط التعاقد بيقولك إيه في خلال 15 يوم بعد انتهاء بطولة أفريقيا يحق للاتحاد الكرة المصري فسق التعاقد مع فيتوريا بشرط خد بالك من الشرط بقى إنه يدي له ثلاث شهور من قيمة عقده يعني حاجة تدفع له كامية إحنا لو قررنا النهاردة مع فيتوريا نقول له شكراً مع السلامة إحنا مش هنكمل القصة بتاعتنا منتخه اتحاد الكرة يدفع لفيتوريا عداً ونقداً 600 ألف دلار هما صحيح بيتفاوضوا أو كلفوا كابتن حازم إمامي يتكلم مع رجل معلش إحنا يعني نخلص الموضوع ودي وده لما تاخد 600 أخد 300 300 ألف دلار ونتمنى إنه رجل يوافق يعني طيب بعد الخمستاشر يوم طيب لو عدى الخمستاشر يوم إيه اللي يحصل وقرر اتحاد الكرة إنه يفسخ التعاقد روي فيتوريا ياخد ما تبقى ليه في مدة عقده بالكامل بالكامل ليه وإزاي ومين دي أسئلة إحنا محتاجين كلنا الحقيقة إنه إحنا نعرف إجابتها على أقل تقدير ده أقل شيء يتقدم للجمهور الكرة في مصر اللي بيصيبوا الإحباط وورا الإحباط وورا الإحباط فيه وقت إحنا مش محتاجين فيه غير حد بس يرسم على وشوش المصريين ابتسامة مش أكتر ولا أقل ترجمة نانسي قنقر